اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لظاهرة الغد اذا على العموم يبقى الجو جميل مستقر على كل ارجاء الوطن بعد صحب ايضا جهة الجلفة يلزي واحدة على جنات بدون فعالية وزاوبة عملية راح تكون في الموعد على تمنرسط بفعل الرياح لتكون قوية محليا فالحضر مطلوب اما بالنسبة للدرجات الحرارة القصوى المرتقبة لنهار الغد اذا نسجل مقياس 25 درجة على العاصمة على ضواحيها من جهة بومرداس 27 درجة على السواحي الشرقية وكذا القربية نفس المقياس على تلمسان على تيزيوزو وحتى على البويرة بورتباريريت وعلى كل مدن الاوراس من جهة باتناخنش لأريس طيف حتى على العلمان سجلو 30 درجة على قسنطينة سوق اهراس أم البواقي تبسة وكذلك من جهة الجلفة والتيارت 31 درجة في البيض مشرية من عامة وعين صفرة وتوصل 33 من جهة تشلف مع سكر غليزان وحتى على مدية أقول وعلى البوليت على أبواب السحراء إذن رح توصل حتى 39 درجة في منطقة الواحة نفس المقياس في إليزيو وعين أميناس 36 في غرديز الفانو بريان وكذلك من جهة من رصة 37 في منطقة الصورات من 30 درجة في ابن عباس واتب البلا أما في أوسط السحراء رح نسجلو 41 درجة على عين الصالح أقول عفوا تيميمون وآناكور ونفس المقياس في أقصى الجنوب الجزائري 42 درجة في سحراء تنزروف 29 في تيندو ونفس المقياس في إليزيو وعين أميناس أما بالنسبة للملاحة والصيد البحر إذن البحر لنهار الغد العموم رح يكون محليا قليل إتراب خطستا على السواحل الغربية مرصب المهدي حتى الدلس إذن سرعة رياح ما بين 15 إلى 20 كم في الساعة وهذه العموم على السواحل الشرقية من دلس حتى للقلة إذن سرعة رياح 10 إلى 15 كم في الساعة هذه الرياح اللي رح تكون باتجاهات مختلفة على السواحل الجزائرية قلع العموم رح تكون شمالية غربيا مرصب المهدي حتى الدلس ومن دلس حتى للقلة رح تكون شمالية تماما نختمها كالعادة مشاهدين بشروق وغروب الشمس لنهار الغدل جمعة 10 ماء 2019 شروق والغروب دائما على العاصمة وضوحيها شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة سحف توركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة